طيب أنا عايز أتكلم معاك عن نقطة مهمة جداً وإحنا بنكمل كلامنا طبعاً عن وليد رجراجي لأنه عامل حالة كده في المنتخب المغربي على الرغم الإتحاد الكرة المغربي كان معطارد على أن يكون فيه مدير فني محلي خلافاً لخليل وزيتش لأنه عندهم تجربة في 94 لما خرجوا من دور المجموعات بدون أي رصيد من النقاط خسروا التلات مباريات فكانوا عندهم اعتراض على المدرب المحلي أو المدير الفني المحلي سبب وجوده واستمراريته بهذا الشكل كمان هو عامل حالة وإحنا بنتكلم بقى في طريق التعامله مع اللعيبة كمان واخد أهلي اللعيبة معاه كمان أعتقد دي حاجة بتدعم اللعيبة احنا شفنا والد أشرف حاكيمي بعد المباراة شفنا والد يوسف النصيري برضو موجود فأعتقد أن الحاجات دي بتعمل حالة للعيبة أو بتقدر تدخلهم جوا المود وبيكون فيه عارف أن فيه دعم معاه كمان في الملع ده حقيقة فعلاً كمان وليد ركراكي من الناس المكتهد جداً شطر جداً كان مع الوداب برضو وحقق بطولها بالدورية بطالة أفريقيا هو مدرب بيشتغل على نفسه هو وحتة النفسية اللي قلتها جوانا دي بلاتي هو فعلاً ليه واخد أهلي اللعيبة عن فكرة في أوروبا بيعملوا كده شفنات ماتش انجلترا اللعيبة كلها وأهليهم برضو بعض الماتش اللي كسبوه في الأول طلقوا احتفلوا مع أهليهم نفس اللي عملوا هو معايشهم الأجواء بطبيعي أنت مش هتطلق أفضل ما عندك غلقوا أهلك موجودين هم اللي بيشوفوك هم اللي بيحفزوك بعكس مثلاً هم بعيد عنك بمسافة بلد تانية طول ما هم في المدرجات انت هتحاول تتعصر نفسك من الآخر عشان تطلع أفضل ما عندك هو لعب على النفسية دي بتاعتهم فعلاً ده مخليه انتطلع أقسم عندهم طيب قبل ما يعني نسيب بقى مبارات المغرب بس طبعاً احنا يعني ده فخر بالنسبان لكلنا طبعاً كعرف كعرف كما احنا كنا بنتكلم فإحنا يعني منحاول ان احنا نتكلم الحقيقة عن المبارات دي نايم مش مجرد مبارات احنا عايزين انه يبقى فيه محكاة للمبارات دي للمبارات دي والأداء المغرب الحقيقة لانه فعلاً هايل مش فكرة حصد خدمهم او كان فيه أداء جيد جداً دي الحقيقة واحنا نتكلم كمان ان هي المغرب تتأهل في مجموعة صعبة يعني مجموعة فيها كرواتيا وبلجيكا يعني مش حاجة سهلة الاثنين من أفضل عشر منتخبات في العالم ومتصنفين وكل شهر ما بيعديش أفضل عشرة ورغم كده المغرب بتتفوق عليهم ده اللي نرجع نقول ان انا المغرب عندها عناصر دي يرجع للمحترفين انا نفسي بكون في منتخب مصر اكتر من محترف انا اتمنى ده يعني حالياً برضو السنغال من الناس اللي اتأهلت عندهم كلهم محترفين بلأسسنا عندهم محمد كدوس لعب هيل جداً ده دفغان انا اسف السنغال برضو عندها عناصر كويسة جداً تقدر تنافس برضو في دورة 16 قدام انجلتورا ووصلت السنغال اه سنغال ووصلت وعندهم مدير فني محل اه اليو سيسي اه اليو سيسي النهاردة غانا ان شاء الله برضو تتأهل وتشاهد كل افريقيا انا بسأل في النقطة دي ليعني هل احنا في مصر منقدر نعمل حاجة زي دي؟ مدير فني محلي هو حصل مع كابتن حسام البدي ومع كابتن اهاب جلال بس التجربتين نعم حاجة جيد نتائج يعني انا معاك نحن طبعا عايشين على الماضي لكن انا بتكلم في الفترة الحالية محتاجين هل احنا نقدر نعمل هذه التجربة ان يكون مدير فني وطني مصري يقدر يعمل تجربة زي بتاعة اليو سي سي او زي ما كنا بتتكلم دلوقتي عن الركراكي هو دي بترجع برضو يعني الركراكي على فكرة ما كانش هيكمل يعني برضو زي ما حدثك قلت في الاول كان عليه انتقادات كتير من الاتحاد المغربي هي الفكرة كلها ان هو اثبت نفسه ازاي على فكرة الكابتن حسن شحاتا جان جاي مؤقت قبل امم افريقيا وبرضو كان هيجيبه مدير فني اجنبي بس اثبت نفسه في الويد دي فبعد كده في المطشاط الرسمية فكمل فان الصدفة الحمد لله اثبتت ان الكابتن حسن شحاتا كفاءة بالمنصب ده وكمل وحمل لنا الاجزات في افريقيا الفكرة ان حاليا ما فيش مدير فني وطني هل عنده الخبرات او الاستعداد ان هو يهيئ نفسه ان هو يفيد منتخب مصر حاليا الكورة بقت حديثة زمان ايام الكابتن حسن شحاتا كانت الكورة كل السكية شوية ثلاثة خمسة اثنين سهلة وبسيطة دلوقتي الكورة بقت محتاجة تطور جدا فانا انا اتحفز ان يكون فيه نأهل اصلا مدربين شباب من دلوقتي في الدوري على فكرة فيه اسام كتير في الدوري شباب مؤهلين لده بس هي الفكرة كلها ويطلعوا يدرسوا اه جدا مش عيب ولا اي حاجده كل في العالم كله بيتعلم ويتطوروا يعني ولد ركراوكي اكيد ما بقاش بالصدفة بقى كده هو اشتغل على نفسه اشتغل بره ولاب هنا واشتغل على فرق قوية في المغرب زي الوداد لا اعرف اهل نفسه للمنتخب ان هو بعد كده يقدم نتائج طائبة مع المنتخب الوطن